النهاردة مباراة للأهل وصندانز ودي مباراة لتقبل القسمة على اتنين بالمناسبة البعض ربط فكرة فوز الهلال السوداني على القبن الكاميروني انها مباراة خلت مباراة للأهل كلها مباراة كؤوس بصوا جماعة الأهل يعني صاحب الرصيد الاعلى من الالقاب الافريقية والقرية ويمكن فاز بدورة ابطال افريقيا في يعني اخر تلات نسخة الهل وصل لتلات نهايات فاز بنسختين وخسر النسخة الاخيرة فمش محتاجين نطلع نتكلم على فكرة ان الاهل محتاج ايه في البطولة انا مباراة حضرت المؤتمر الصحفي وكنت حريصا نحضر المؤتمر ليلة المباراة عشان اسمع كولر واسمع محمد الشناوي وكمان اشوف الكوتش رولاني ميكوينا المدير الفني لسانداونز كل واحد بيفكر ازاي في المباراة خاصة ان المؤتمر جيه عاقب مباراة الهلال والقطن الكاميروني بعدها بساعة فكده كده الاهل لما بيلعب في دورة ابطال افريقيا وعنده دور المجموعات ثلاث مباراة على ارضه الف بي انت داخل تسع نقط المفروضة على ارضك لا بديل عن الفوز بغض النظر عن المنفسين عملوا ايه في المباراة بتاعتهم يعني انت تبدأ تتكلم على فكرة ان الهلال كسب القطن الكاميروني فبالتالي الاهل مطالب ان يفوز على القطن في الكاميرون ولكن المباراة اللي بنلعب على ارضنا مش محتاج اللي احنا نتكلم على الحماس والدفع المعنوية واجتماعات اللاعبين وحديث الجهاز الفني انت طبيعي بتنافس على البطولة وبتلعب دوري مجموعات عندك تسع نقاط على ارضك لازم ان شاء الله بإذن الله يعني كل شيء بإذن الله بس طبيعي تنزل عشان تكسب التلات مباراة النهاردة اولى المباراة مباراة سانداونز بعدها باسبوع يوم السبت المقبل 4 مارس مباراة القطن الكاميرون دول ست نقاط على ارضك تكسب ان شاء الله تبقى دي البداية والانطلاقة وتحط رجلك في دور المجموعات بعد كده عندك مباراة خارج ارضك هتلعب مع سانداونز يوم 11 مارس يوم السبت وهتلعب مع القطن الكاميروني في جاروة يوم 17 مارس وهوافق يوم جمعة دول مباراة برا ارضك انت لما تاخد 6 نقاط على ارضك في المباراة يتجايين وبعد كده عندك مباراة برا ارضك قد بتتكلم في 4 نقاط يبقى 10 نقاط بتستنى بعد كده الهلال يجيلك تكسب الهلال يبقى ان شاء الله 13 نقاط تأهلت فبالتالي الامور في ايدك وانت لسه اساسا عندك 5 مطشاط فانا مبارح شفت السوشيال ميديا كلها تتكلم على فكرة لا بديل للاهلي سوى الفوز على سانداونز موهي جماعة طبيعي الاهلي عيلا مع سانداونز اكيد لا بديل لي سوى الفوز على سانداونز حتى لو دي اول مباراة في دور المجموعات لان انت 3 مباراة على ارضك لازم تكسب التسعة نقاط ولكن السوشيال ميديا احيانا من خفها وحرصها على ان الاهلي لازم يكسب التون شوية ببقى عالي وده ممكن لقد رأيان عكس بشكل سلبي فاكمان الناس تتعامل مع المباراة الافريقية بفكرة اللي انت فريق بطل انت فريق وصل 3 نهائيات عندك لعيبة عندهم خبرات فخلى عندك ثقة واشتغل على الدفعة المعنوية مش فكرة اللي احنا نصدر فكرة اللي احنا نزلين مباراة خسرنا اتعدلنا يبقى خرجنا يا جماعة الاهلي طبيعي ينزل فمباراة على ارضه ان شاء الله هيحاول يكسب ويسعى للمكسب اللي حصل الموسم الماضي لما خسرنا من سانداونز زهابا ايابا مع ذلك الاهلي تأهل من المموعة اكيد مش هيتقرر السنة دي والفريق بيشتغل على فكرة عدم تقرار اخطاء العام الماضي والاهلي مع كل ارف في المستوى الفني ظاهر بشكل كويس وكمان المشاركة في المباراة الفترة الاخيرة ما بقاش عندك توقع مين اللي هيبدأ في التشكيل الاساسي اكتر من 22 لعب كلهم جاهزين في الماضيات خلال الفترة الاخيرة وبالتالي ان شاء الله ان النادي الاهلي النهاردة يقدر يعمل مباراة كبيرة يكسب ايا كانت النتيجة 1-0-3-0-2-0 او حتى زي 3-2 او 2-1 المهم يتكسب وتحقق السلس نقاط لان القطن جايلك يوم السبت المقبل فعندك ان شاء الله فرصة انت تعمل 3 نقاط اخرى اشتركوا في القناة